المشاهدين إلى فقرة هاشتاغ وأبرز ما شغل العراقيين على موقع تويتر قاطع الولائيين السليمنية تقمع خمينئي أيضاً كان له حضور من خلال الهاشتاغات العديد من الهاشتاغات كانت مواجهات بين العراق وبين إيران بين الرافضين للحضور الإيراني في العراق والتدخل الإيراني في العراق وكانت هناك العديد سحراحة من التغريدات القاسية بين الجانبين ولكن برز هذا الأسبوع موضوع السليمنية تقمع تظاهرات للطلاب وتهجم على الحكومة المركزية في إقليم كردستان هذه بعض العينات نحن لا نتبنى أي من هذه التغريدات كل ما علينا فعله هو نقل هذه التغريدات إليكم ونقل أبرز هذه الأشتاغات نحن لا نتبنى موقف ولا نتبنى أي رأي ولكن هذه صورة عينة صغيرة ربما عن بعض الهاشتاغات التي شغلت العراقيين كما تتابعون زيادة الرواتب للمحاضرين أيضا هذا هو مطلب وغير ذلك من المطالب العراقية الواضحة على مواقع التواصل الاجتماعي إذن أستاذ سمان نوح لو سمحت كيف توصف ما يجري فئة السليمانية أستاذ سمان نوح تحديدا لناحية الطلاب مطالب الطلاب المواجهات القمع وكثير من الفيديوهات وجدت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشكل مكثف يعني واقع قليم كردسان متشابه في كل المناطق سواء كان في السليمانية أو في ألبيل أو في دهوك نسبة الفقر متقاربة وإن كانت أقل من بقية المحافظة العراقية المشاكل تقريبا هي ذاتها لا يوجد اختلاف حتى أن نسبة الفقر والبطالة في السليمانية هي أقل منها في دهوك المشاكل كما قلت تتعلق بالوضع الاجتماعي الوضع الاقتصادي عدم استقرار السياسي صراع الحزب الكبير والفساد الفساد الفساد هذه المعضلة الكبيرة التي بسببها نحو 65% من موازنة الإقليم كردستان كما يقول بعض المسؤولين في البرلمان تذهب إلى جهات لا يعرفون بها لا تذهب إلى خزينة الدولة بشكل مباشر خزينة تقليم كردستان بشكل مباشر ما يحدث في السليمانية الآن وأنا أتحدث إليكم هناك اشتباكات مصادمات بين أعلاف الطلاب المحتجين على قطع المخصصات الشهرية لهم وهذا القطع منذ سنوات وليس في الفترة الأخيرة هناك احتجاجات أيضا في ألبيل وكانت هناك محاولات تحتجاج في دهوك يعني المسار هو ذاته لكن هناك تصعيد اليوم الطلاب وصلوا إلى مركز السليمانية إلى منطقة السرايف السليمانية وهناك مصادمات عنيفة بين الطرفين بين الطلاب وقوات الأمنية وهناك حرق للمقالات في ظواحي السليمانية في بيرا مقروم أيضا في سيد صادق لمقالات حزبية ومؤسسات مدنية حكومية بمعنى أن التصعيد أصبح خطيرا وما زال القادة في قليل كردستان غير معنيين بهذا الموضوع يتجنبون البحث عن حلول حقيقية للمطلبية الطلاب سبقتها مظاهرات للمعلمين وقبلها للمحاضرين وقبلها للخدمات يعني سلسلة التظاهرات إلى الموصلة إلى التظاهرات العنف التي حدثت قبل يومين في السليمانية من قبل الطلاب ممتاز على مواقع التواصل الاجتماعي أستاذ سمنوح الكاتب والصحافي العراقي كانت هناك دعوات لدعم المتظاهرين في إقليم كردستان العراق يعني التظاهرات لرفض ربما من بغداد ومن غيرها من المناطق العراقية هل لحظتم ربما بعد على الأرض حقيقة ربما إزدياد كبير لعدد المتظاهرين إزدياد بالمطالب هل تحولت المطالب عن الأمور الأساسية يعني بزيادة المخصصات وبالاهتمام بالرواتب والحفاظ عليها وغير ذلك يعني ما زالت المظاهرات منذ يومين إلى اليوم ما زالت فيها تتركز على نظام عددهم محدود معظم المحتاجين حاليا هم من الطلاب لكن سبق أن يحتج المحاضرون سبق أن يحتج أصحاب العقود سبق أن يحتج أصحاب بعض المناطق الذين يفتقدون الخدمات وبالتالي إذا تراكمت واجتمع هؤلاء المحتاجون فإنهم سيشكلون خطرا حقيقيا قد يهدد الأمن في إقليم كردستان قد يسمح ببعض الأطراف بالدخول وإحداث نوع من أنواع الشغب والعمليات الحرق للمقارات كما بدأنا نسمع منذ ساعتين بالتالي طالما كانت التظاهرات تضم شريحة محددة وتحت السيطرة ويقوم توجيهها من قبل بعض النشطاء والطلاب في الحرم الجامعي فيمكن السيطاء عليها لكن عندما تصبح كبيرة ويشارك فيها شرائع أخرى فإن المشهد سيختلف وسنكون أمام صدامات أعنف وربما تصعيد خطير في المشهد في إقليم كردستان قد إذا كان محصورا بالسليمانية وبلداتها قد ينتقل إلى مناطق أخرى وهذا بالمناسبة ما يحذر منه معظم الكتاب والسياسيين في إقليم كردستان لأن المتضرر هنا لن يكون الحكومة الإقليم أو الأحزاب فقط الكل سيتضرر حرق المقارات سيضر جميع سياسة إنكار المشكلة عدم التفاة إلى أستاذ سمان لنعود سريعا إلى الموضوع الأساسي في حلقة اليوم موضوع اللجوء هو الذي استهلينا به هل هناك إحصائيات ربما تقارن بين العام 2021 والعوام السابقة لنحية نسبة الرغبين باللجوء إلى أوروبا نسبة المغامرين ربما على مسار الوصول إلى أوروبا هل هناك إحصائيات معينة؟ هل هناك أرقام معينة يمكن الاستند إليها؟ نعم هناك أرقام هناك مؤسسات معنية بهذه المسائل تقوم بنقل أرقام قد تكون دقيقة مئة بالمئة لكنها أرقام تقريبية نعم كان الرقم أقل من 30 ألف في 2019 ارتفع إلى 35 ألف في 2020 الآن ونحن في الشهر العاشر في آخر إحصاء نتحدث عن حدود 39 أو 40 ألف لاجئ أو مهاجر عراقي طبعا نتحدث عن كل العراق لأن الإحصاء يخصي العراقيين بشكل عام لكن أستطيع أن أقول 80% منهم هم من إقليم كردستان و20% من باقي المناطق العراقية أي هناك تصاعد مستمر في عدد اللاجئين أو المهاجرين الذين يحاولون وصولها إلى دول الاتحاد الأوروبي وربما الرقم يسعد بحسب بعض التقديرات إلى أكثر من 45 ألف مهاجر في نهاية العام الحالي ولكن أليس لافتا؟ أليس لافتا هذه الأرقام؟ أغير الاتحاد الأوروبي هناك اليوم أن يحاول السفر إلى تركيا في محاولة عبور بحر إيجا أو عبر اليابسة عبر البر إلى بلغاريا ومنها إلى دول الاتحاد نعم ولكن ألا تبدو لافتة في الواقع هذه الأرقام يعني عندما تقول كما تتفضل السلسة الثمان بأن نسبة 80% من أصل مثلا 40 ألف لاجئ هم من الأكراد والأكراد يعني نحن نتابع الملف العراقي نشعر وكأن الحال في كردستان بالرغم من صعوبته بالرغم من أن هناك صورة مأسوية وحياة صعبة قد تكون بمكان معين ولكن قد تبدو أفضل مما هو الحال في البصرة مثلا لو سلمنا بذلك كيف تقارب هذه المسألة؟ هناك أسباب كثيرة لهذه المقارنة هو أن عدم الاستقرار في أقليم كردستان يعني بالنتيجة ربما أنهيار كل مكتسبات أقليم كردستان التي حققت في 30 سنة لكن في بقية المناطق هي الدولة عراقية بالنتيجة الدولة لا تسقط باقية حتى لو وقعت إشكالات أو اشتباكات أو صراع سياسي محتد من سنوات فالدولة باقية بعكس إقليم كردستان هذا مؤشر المؤشر الثاني ربما أيضا المهم جدا في هذا المسألة وفي هذا المسأل أنه في إقليم كردستان هناك دائما آخرون وصلوا إلى ألمانيا بسبب قرب الحدود حدود الإقليم إلى تركيا وبسبب قرب حدود الإقليم إلى مناطق تسهل عملية السفر حتى اللاجه العراقي عندما يحاول أو يفكر بالهجرة فإنه يأتي إلى أقليم كردستان ومنها يتجه إلى تركيا وبالتالي ربما أقليم كردستان هو مصار وبسبب وجود عدد كبير من الكرد العراقيين في خارج العراق هذا يسهل عملية محاولة الوصول عبر مهربين كرد إلى هذه المناطق وربما النقطة الأخيرة تتعلق بإمكانية حصول الكردي على اللجوء أكثر دائماً من إمكانية حصول بقية المواطنين على اللجوء باعتبار أنه ربما يقول أنني في بلد مهمش أنا قوميتي كردية وأتعرض للتهميش وهناك مسألة تتعلق بالمكونات اللي يعتبرون أيضاً كرد مثل الإيزيدية والمكونات الأخرى هؤلاء أيضاً يعيشون في إقليم كردستان وهجرتهم عادة تكون سهلة لأن حصولهم على اللجوء بأي شكل كان أو على الإقامة أسهل من حصول المواطن عربي على اللجوء باعتبار أنه من المكونات الضعيفة والمهمشة والتي واجهت داعش وواجهت الصراع وتعرضت لنوع من الإبادات والقتل وهي تواجه مشاكل في استحصال حقوقها داخل عراق أو حتى في إقليم كردستان لذلك حصول الكردية عملياً على اللجوء أسهل من حصول المواطن العربي الذي لا يملك ربما حجة كبيرة من أجل الهرب من وطنيين نشكرك جزيلاً على تقريب الصورة إلى هذا الحد وعلى كل هذه المعطيات أستاذ سمان نوح وبكل هذه السلاسة طبعاً الموضوع أيضاً المطروح الآن ما الذي تفعله الحكومة الإقليمية لجبه الهجرة يعني نزيف الناس التي ترحل من الإقليم أيضاً له إنعكاس سلبي على الإقليم في الواقع يهدد استقرار الإقليم بمكان معين ما الذي تفعله الحكومة؟ هل تفعل شيء في هذا السياق للتخفيف من حدة الهجرة؟ لم تقوم حكومة إقليم كردستان ولا الحكومة التحادية بأي شيء الحكومة التحادية فقط وفرت طائرات لعادة المهاجين أو اللاجئين عالقين حكومة إقليم كردستان ما زالت في مرحلة الإنكار ما زالت تقول أن الوضع الاقتصادي ليس هو السبب الوضع الأمني أو الاستقرار السياسي ليس هو السبب ما زالت تصر أن وضع إقليم كردستان هو ممتاز مقارنة بالدول المحيطة ومقارنة حتى هم يتحدثون أنه مقارنة مع الدول الأوروبية ربما هو أفضل من بعض الدول الأوروبية بالتالي هم ما زالوا في مرحلة الإنكار ما زالوا يرفضون ربما في الأسابيع الأخيرة بسبب الإحراج الدولي غيروا من اللغة التي يستخدمونا لكن بالنتيجة على أرض الواقع ومع سياسة الإنكار هذه هم لا يبحثون ولا يقدمون ولا يطرحون أي حلول لمشاكل إقليم كردستان وبشكل خاص مشاكل الشباب في إقليم كردستان التي البطالة لديهم في شريحة الشباب كبيرة جدا هم يعانون في كل مفاصل الحياة والمستقبل غير واضح لهم ربما عوائلهم آباؤهم يملكون رواتب لكنهم حين ينظرون إلى أنفسهم هناك خلال سبع سنوات 200 ألف خريج جامعي لم يحصل على تعيناتها تعينات متوقفة في القطاع الحكومي منذ سبع سنوات وأيضا في القطاع الخاص القطاع الخاص ضعيف وربما مسيطر عليه بشكل كبير من قبل الحزبين الحاكمين وبالتالي حكومة الإقليم لا تبحث عن حلول حقيقية لأن الحلول الحقيقية تتطلب إجراءات قاسية قد تؤذي مصالح الكثير من المسؤولين وهذا ما لا يمكن أن تقوم به على أقل في المرحلة الحالية ما دامت هي مطبئنة أن الأمور ستظل تحت السيطرة